أما فيما يخص الدولة الإنجليزية فولعت ولعت صحيح ولعت بس كده كده شكلها خلصانة هتقول لي إزاي ولعت وخلصانة ولعت إزاي؟ منذ لحظات منشستر سيتي بيفوز على توتنهام بهدفين دون ربط مباراة كانت مسيرة جدا جدا ليه؟ شوت أول انتهبت عدو السلبي هل أنت بيسجل في الشوت الثاني هدف أول وتيجي بقى الدقائق الأخيرة وتشوف كل أنواع الإسارة لو الصورة بتاعة جورديولا جماعة معنا هتهنى عشان أوصف لكم حاجة حصلت يعني أولا إدرسون تصاب نزل مكانه الحارس البديل أورتيجا حارس منشستر سيتي إدرسون وهو خارج تعصب جدا ما تفهمش هو كيف تعصب ليه هو مصاب بس تعصب يئم عشان الإصابة يئم على بيب جورديولا محدش عارف يعني المهم بعدها باللحظات بعد مشارك أورتيجا ثبتوا الصورة شوية بس بعد ما سجل أورتيجا ييجي سون وينفرد سون لعب توتنهام ينفرد بمرمى أورتيجا وأورتيجا يشيل كرة إعجازية كانت تعادل وكانت حتطيح بأحلام منشستر سيتي في الفوز بالدولة الإنجليزية ترتد الكرة بضربة جزاء ياخدها منشستر سيتي ويسجل منها هلند هدفه التاني في هذه المواجهة دو كل اللي عمل ضربة الجزاء وهلند اللي سجلها اللقطة دي هي لقطة الانفراد بتاع سون لعب توتنهام بيب جورديولا فدل يتأرجح على الأرض لحد ما وصل لهذه المكانة كرة قاتلة بصراحة قاتلة قاتلة على أي مدرب على جمهور منشستر سيتي وبقت قاتلة على جميل أرسنال بعد ما ضاعت بص المنظر بص المنظر لقطة الإزواء في الدولة الإنجليزية بيب جورديولا تمرمط يا عين تمرمط على الأرض مرعبة مرعبة لقطة طيب التمرمط على الأرض